موسيقى موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج جيد الوفاة تشاهدون فيها في جولة ميدانية نائب رئيس المؤسسة يزور مديرية شهداء صلاح الدين ومكتب شهداء الدجيال موسيقى مديرية شهداء الديوانية تستقبل الحجاج من ذوي الشهداء بعد أدائهم فريضة الحج على نفقة المؤسسة موسيقى موسيقى مديرية شهداء ديالة تقيم احتفالية لتكريم أفطال القوات المسلحة والحج الشعبي وتزور المقاتلين في الخطوط الأمانية موسيقى موسيقى وفي زاوية أخبار مؤسسة الشهداء نتابع رئيسة مؤسسة الشهداء تهنأ ذوي الشهداء والعاملين في المؤسسة ومديرياتها بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتؤكد الحرصة على تنفيذ فقرات قانون المؤسسة خدمة لذوي الشهداء هنأت رئيسة مؤسسة الشهداء ناجح عبدالأمير الشماري ذوي الشهداء ومنتسبين مؤسسة ومديرياتها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك متمنية للمنتسبين التوفيق في عملهم خدمة لذوي الشهداء الشماري وفي حفل التهنئ الذي أقامته مؤسسة الشهداء بالمناسبة أكدت الحرصة على تنفيذ فقرات قانون المؤسسة بما يتيح لهم تقديم أفضل الخدمات إلى ذوي الشهداء مشددة على ضرورة تجاوز الحلقات الروتينية في التعامل مع ذوي الشهداء من أجل إيصال جميع الحقوق والامتيازات إليهم في اجتماع النظم عددا من المسؤولين في مؤسسة الشهداء رئيسة المؤسسة تدعو إلى بدل مزيد من الجهود لإنجاز ملفات استحقاقات ذوي الشهداء دعت رئيسة مؤسسة الشهداء ناجح عبد الأمير الشماري العاملين في المؤسسة إلى بدل مزيد من الجهود من أجل إنجاز ملفات استحقاقات ذوي الشهداء الشماري ولد ترأسها اجتماعا ضم نائب رئيس المؤسسة كاظم عويد والمفتش العام حيدر الشحماني وعددا من المديرين العامين في المؤسسة قالت إن اقتراب مؤسسة الشهداء من حسم بعض الملفات المتعلقة بحقوق وامتيازات ذوي الشهداء يلقي على العاملين في المؤسسة مسؤولية مضاعفة لحسم الملفات الأخرى باستثناء ملفات الحقوق والامتيازات التي تستمر ما دامت المؤسسة موجودة كملف الرواتب التقعودية لذوي الشهداء مشيدة بالإنجازات التي حققتها المؤسسة في خدمة ذوي الشهداء تقديرا لتضحياتهم في حقبة الدكتاتورية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شملت مديرية شهداء صلاح الدين ومكتب شهداء الدجيل للوقوف على المشكلات التي تواجه المديرية والمكتب وتقديم الحلول المناسبة لها التفاصيل في سياق هذا التقرير في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها المسؤولون في المؤسسة إلى مديريات الشهداء زر نائب رئيس مؤسسة الشهداء كاذو معويد مديرية شهداء صلاح الدين للاطلاع على شؤون المديرية خصوصا بعدما تعرضت له محافظة صلاح الدين من هجمة إرهابية شنتها عصابات داعش وما يقف خلفها من أذنى بالبعث المهزوم نائب رئيس المؤسسة أشاد ببطولات منتسبين مديرية وأبناء مدينتي بلد والدجيل في التصدي إلى عصابات داعش الإرهابية وبطولات مقاتلي القوات المسلحة والحجد الشعبي في المدينتين تأتي زيارتنا إلى مدرية شهداء بلد أو مدرية شهداء صلاح الدين تتم للزيارات التي نقوم بها للاطلاع على واقع عمل المديريات إضافة إلى أنه مديرية شهداء بلد تحظى بموضوع أهم وأولوية مهمة جدا باعتبارها تقع ضمن من النطق الساخنة كانت هذه المدينة الصامدة الصابرة بلد والدجيل مدينتان محاصرتان من قبل الإرهاب وداعش عاشت أيام ولحظات حاسمة وحرجة كان من المفترض أن نكون قبل هذا التاريخ موجودين ونقف مع هذه المديرية الحمد لله استطاعت بجهود أبناء هذه المدينة الصابرة الصامدة من كسر الحصار وبإسناد من الحجد الشعبي والجهد الشعبي الموجود والقوات المسلحة من كسر هذا الحصار وكان لهذه المديرية أيضا دور فعال في الحجد الشعبي كان عدهم حضور متميز بإسناد قطعتنا المسلحة بالتواصل مع العوائل المحاصرة ولذلك أيضا تجه زيارتنا لتقديم الشكر والتقدير لهذه المديرية للأعمال التي قامت بها سقوط بعض مناطق صلاح الدين لا سيما مركز المحافظة بيد عصابات داعش الإرهابية تسبب في مشكلات إدارية نتيجة تعطل مؤسسات الدولة في تكريت وانقطاعها عن التواصل مع مديرية شهداء صلاح الدين لذا كانت زيارة نائب رئيس المؤسسة إلى المديرية تهدف في جانب منها إلى إيجاد البدائل التي تكفل مواصلة المديرية عملها في خدمة ذوي الشهداء من أبناء المحافظة كما تعلمون المدينة قعظم المحافظة المحافظة بمركز المحافظة الآن مسيطر عليه من قبل الإرهاب ولذلك هناك مشكلة إدارية حقيقة بارتباط هذه المديرية بالدوائر الأخرى الدوائر تقريبا مقطوع عن مركز المحافظة لذلك أصبحت هناك مشاكل إدارية كبيرة جئنا هنا لنتداول مع الأخوة في المديرية عن كيفية هذه المشاكل وطريقة الارتباط لحين تحرير مدينة تكريت وصلاح الدين بشكل كامل من الإرهاب وعودة الوضع الإداري بشكله الطبيعي وإن شاء الله سنستمع إلى المشاكل المعوقات التي يعانيها الموظفون في هذه المديرية وإن شاء الله نحاول ونجد الحلول المناسبة لها من اليوم تشرفت مديريتنا باستقبال وزيارة السيد الأستاذ كاظم أويد المحترم نائب رئيس المؤسسة الشهداء للاطلاع على أوضاع المديرية وعلى احتياجاتها ومتطلباتها وعلى المشاكل والمعوقات التي تواجهها حقيقة زيارة السيد النائب تعني لنا الكثير وخصوصا في هذا الظرف وفي هذا الوضع المتأزم والحرج في المدينة لكونه من الصعب جدا من الناحية الأمنية أن تتم زيارات بهذا المستوى المدينة ولكن حرص السادة المسؤولين في مؤسستنا على التواصل مع المديرية على التواصل مع ذوي الشهداء على محاولة إيجاد الحلول للمشاكل التي قد تواجه هذه المديرية مع الدوائر البقية إضافة إلى مناقشات الوضع الأمني والميداني في هذه المدينة سيتم مناقشة هذا اليوم مضع المديرية مع المكاتب إضافة إلى مشاكل المديرية مع المصرف بخصوص صرف مستحقات ذوي الشهداء مدينة الدجال هذه المدينة المضحية التي قدمت خيرة أبنائها في مقاراعة نظام البعث البائد ما زالت تضحي من أجل العراق لذا كانت زيارة مكتب شهداء الدجال ضمن برنامج الجولة الميدانية لنائب رئيس المؤسسة الذي أشاد بجهود أبناء الدجال وهم يضربون أروع أمثلة الصمود في مواجهة عصابات داعش الإرهابية طبعا الدجال منطقة تشهد بشهدائها وكثرة شهدائها منطقة عانت من النظام الصدامي البائد وعانت أيضا من الإرهاب ولذلك هذه المدينة كان واجب علينا أن نجي نزورها ونطلع على المشاكل والمعوقات التي يعانيها مكتب بلد من أجل أن ترفع هذه المشاكل والمعوقات عن المكتب حتى يستطيع هذا المكتب أن يقدم ما هو مطلوب إلى عوائل شهداء هذه العوائل التي ضحت واقعا بكل ما تملك وكانت هي القدوة والنبراس الذي لا بد أن نقتدي به اليوم أيضا تأتي زيارتنا في وقت الحمد لله استطاعت قواتنا الأمنية والحجد الشعبي من كسر الحصار عن هذه المدينة التي فرضت عليها الحصار من قبل الجماعات الإرهابية القادمة من خلف الحدود والآن نحتفل بمناسبة انكسار هذا الحصار عن هذه المدينة الباسلة التي قاومت برجالها ونسائها وأطفالها قاومت هذه العصابات الباغية التي وفدت والتي حاولت أن تدمر المدينة وتدمر أهل المدينة ولكن كانت هناك إرادة وتصميم من أهالي المدينة بمقاومة هؤلاء واستطاعوا من دحر الإرهاب وتهدف الجولة الميدانية لنائب رئيس مؤسسة الشهداء في مدينتي بلد والدجال إلى تقديم الحلول الناجعة للمعاوقات التي تواجه مديرية شهداء صلاح الدين في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة بحفاوة كبيرة استقبلت مديرية الشهداء الديوانية الحجاجة من ذوي الشهداء العائدين إلى أرض الوطن بعد أدائهم فريضة الحج على نفقة مؤسسة الشهداء تقديراً لتضحياتهم ووفاءاً لدماء الشهداء المزيد في سياق هذا التقرير للعام الثامن على التوالي نجحت مؤسسة الشهداء في إرسال ذو الشهداء إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج على نفقتها الخاصة ومثل ما ودعت المؤسسة ذو الشهداء وهم يتوجهون إلى الديار المقدسة ها هي تستقبلهم بحفاوة كبيرة بعد عودتهم إلى أرض الوطن ففي محافظة الديوانية استقبلت مديرية شهداء الديوانية الحجاجة من ذوي الشهداء العائدين من الديار المقدسة نظمت اليوم مديرية شهداء الديوانية هذا التجمع المبارك لإستقبال حجاج ذوي الشهداء العائدين من الديار المقدسة بعد أداءهم مناسك الحج لهذا العام نقول لكل حجاجنا العراقيين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا إن شاء الله وهم يحملون بركات الرحمن وندعو لكل حجاجنا أن يعودوا إلى أهلهم ووطنيهم سالمين غانمين المؤسسة ماضية في إرسال عوائل الشهداء في كل عام وهي في السنة الثامنة على التوالي ترسل عوائل الشهداء إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج لكل عام الحجاج من ذوي الشهداء في الديوانية العائدون من أداء فريضة الحج على نفقة مؤسسة الشهداء عبروا عن شكرهم وامتنانهم للرعاية الكبيرة التي أحضتهم بها مؤسسة الشهداء في الديار المقدسة تلك الرعاية التي مكنتهم من أداء جميع مناسك الحج بيسر ومن دون عناء كانت الأجواء عالية جدا ولله الحمد تمت لنا مناسك الحج بكاملة ولله الحمد والشكر ونشكر جزيل الشكر والامتنان لمؤسسة الشهداء على الجهود المبدولة التي قدموها لنا لحجاج المؤسسة حقيقة وأصبح معروف لدى الجميع إن العراقيين جميعا يعني أكثر مدللين من كل حجاج العالم وخصوصا حجاج مؤسسة الشهداء قالوا عنا إنكم مدللون ولله الحمد ولم ينقصنا أي شيء لا في المواد الغذائية ولا في المناسك ولا في كل شيء قدموا لنا كل ما نحتاج من المواد الغذائية ومن الجهود ومن كل شيء دعم المؤسسة إنه من النام من الديوانية جيدة جدا إلى أن وصلنا السعودية أكثر فأكثر اهتمامهم بينا والحمد لله قدينا مناسك الحج والخدمات جيدة والولاد الويانة كلهم طيبين وما قصرها إرسال ذوي الشهداء لأداء فريضة الحج على نفقة مؤسسة الشهداء جزء من الخدمات التي تحرص المؤسسة على تقديمها لهم تعويضا عن المعاناة التي عاشوها في حقبة الدكتاتورية أقامت مديرية شهداء ديال احتفالية لتكريم أبطال القوات المسلحة والحجد الشعبي كما نظمت زيارة إلى المقاتلين الرابطين في خطوط القتال الأمامية لتهنئتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك لنتابع هذا التقرير حين تعرض أمن الوطن إلى خطر الإرهاب هب العراقيون ممثلين بالقوات المسلحة الباسلة وفصائل الحجد الشعبي لتلبية نداء المرجعية الدينية العليا للذود عن العراق وصد هجمات عصابات داعش الإرهابية ومن تحلف معها مؤسسة الشهداء التي كان لمنتسبيها شرف المشاركة في تطهير عدد من المدن من رجس داعش كانت سباقة للاحتفاء بالمنتصرين وكانت مديرية شهداء ديال في مقدمة المديريات في هذا المجال إذ أقامت احتفالية لتكريم أبناء القوات المسلحة ومقاتلي الحجد الشعبي الذين ساهموا في حماية ديالة مثل ما كان لهم قصب السابق في تحرير أمرلي من قبضة إرهاب داعش بعدما لبت مؤسسة الشهداء حالها حال جميع فئات المجتمع العراقي بتلبية نداع المرجعية الرشيدة في الجهاد الكفائي وبدعنا من الخنالق العمامية من بداية محافظة ديالة بعد سقوط ناحية العظيم بيد الدواعش والحمد لله مع أخواننا من كل المقائل العسكرية الموجودة في الساحة قاتلت مؤسسة الشهداء صفاً واحداً مع الجميع إلى أن أكملنا محافظة ديالة وكنا من الطلاع الذين دخلنا ناحية أمرلي والحمد لله وهذا شرف لنا أن نكون من الطلاع الأولى الذي دخلنا هذه الناحية وحررناها ناحية أمرلي والآن قطعاتنا الأمامية دفعت باتجاه محافظة صلاح الدين وكركوك لتطهيرها اليوم احتفلت مديرية شهداء ديالة بكافة الأخوة الفصائل من كافة الاشفعات الحجد الشعبي والقوات المسلحة والشرطة بقامة احتفالية في المديرية لنبارك هذا النظر وإن شاء الله يكون فاتحة خير للجميع وإن شاء الله يوم التحرير العظيم لمحافظة الموصل وصلاح الدين وأن لا يبقى شبرا واحدا من أراضينا بي الداعش ونحن سائرون على ما سار عليه آبائنا الشهداء إن شاء الله دمائنا تكون رخيصة في سبيل أرض الوطن هذه الفصائل التي حقيقة قدمت تضحيات كبيرة في الدود عن جميع مقدسات العراق ودافعت عن جميع أراضي محافظة ديالة ولبت نداء المرجعية منذ اليوم الأول لا يسعنا إلا أن نتقدم لهم بالشكر والإمتنان وبهذا اليوم قمنا بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء محافظة ديالة بتكريم هذه الفصائل اعترافا مننا بالفضل الكبير وجزءا من الوفاء الذي بذلوه لنصرة البلد ولتطهير أراضي محافظة ديالة وفيما يخص تطهير محافظة ديالة حقيقة كان الدور الكبير لهذه الفصائل وللحجد الشعبي في مساندة الإجهزة الأمنية ولا يجب أن لا نبخز حق طيران الجيش والقوة الجوية التي قدمت الإسناد الكبير والدعم اللامحدود لهذه القطعات أثناء تحرير المناقب مديرية شهداء ديالة وبمشاركة الحكومة المحلية في ديالة انتهزت مناسبة عيد الأطحى المبارك لزيارة أبطال القوات المسلحة ومتطوعي الحجد الشعبي في خطوط القتال الأمامية للتهنئة بالعيد ولقاء المقاتلين لتشد من أزرهم وتبارك لهم جهودهم التي أثمرت تحرير جميع مناطق ديالة تلبية لنداء المرجعية الرشيدة بجهاد الكفاهي قامت مؤسسة الشهداء في محافظة ديالة بدعم القوات الأمنية المتواجدة في قوات عمليات محافظة ديالة منذ الأيام العولى للحجوم الذي تم من قبل داعش والحمد لله الآن نرى الانتصارات متوالية على داعش وتم تقريب تطهير كافة أنحام محافظة ديالة والآن نرى الأخوة من الحجد الشعبي منفوج أحد الشهداء وهو باسم الشهيد كاظم عبد السادة الذي تم تسميته على هذا الشهيد من محافظة السماوة على حدود محافظة صلاح الدين الآن نحن على السواتر الأمامية اللي مع صلاح الدين وإن شاء الله عن قريب يتم تحرير كافة أراضي العراق بحمة المجاهدين الغيارة من كل العراق مقاتلو الحجد الشعب المتواجدون في الخنادق الأمامية أشادوا بجهود مديرية شهداء ديالة والحكومة المحلية في المحافظة للدعم المتواصل الذي تقدمه لهم مجددين العهد للشهداء بالسير على نهجهم في الذود عن العراق أرضا وشعبا نحن فوج الشهيد كاظم عبد السالم محافظة المثنى أتينا للجهاد في أراضي ديالة والحمد لله والشكر قمنا بالواجب المقدس الذي كلفنا به من قبل المرجعية الرشيدة حسب الفتوى المرجعية الرشيدة ونحن بدورنا رجال هذا الفوج ورجال محافظة المثنى نشكر مؤسسة الشهداء ونشكر السيد قام مقام الخالص لهذه الرعاية الفذة من قبلهم لجماعة الحجد الشعبي ولجماهير المجاهدين في هذه المحافظة العريقة وهي محافظة ديالة وتمثل مبادرة مديرية شهداء ديالة في تكريم أبناء القوات المسلحة والحجد الشعبي استكمالا لجهود مؤسسة الشهداء في دعم وإسناد أبطال قواتنا المسلحة في التصدي إلى عصابات داعش الإرهابية ومن يقف وراءها من بقايا البعث المحظور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في كلية التربية للعلوم الصرفة بجامعة كربلاء المقدسة حصلت الطالبة فاطمة كريم الأسدي على شهادة الماجستير في علم النبات بتقدير امتياز لتحتل موقعها بين الطلبة الذين ينالون شهادات عليا عبر قناة مؤسسة الشهداء مع هذا التقرير بحضور المسؤولين في مديرية شهداء كربلاء المقدسة شهداء قسم علوم الحياة في كلية التربية للعلوم الصرفة بجامعة كربلاء المقدسة مناقشة الطالبة فاطمة كريم الأسدي عن رسالتها للماجستير الموسومة تأثير السماد الورقي في النمو والحاصل والحالة الغذائية لبعض أصناف الحنطة لجنة المناقشة قررت بعد مناقشة امتدت لساعات منح الطالبة شهادة الماجستير في علم النبات بتقدير امتياز اليوم لجنة مناقشة طالبة الماجستير السيدة فاطمة كريم خضير الأسدي والتي هي من ذو الشهداء في دفاعها عن رسالتها الخاصة بتأثر مجموعة من أصناف الحنطة ببعض المغذيات الورقية وانعكاز ذلك على الحاصل ومكوناته وقد تمت هذه الدراسة في جامعة كربلاء المقدسة وفي كلية التربية للعلوم الصرفة وبإشراف الأستاذ الدكتور عبد العون الغانمي والحقيقة كانت رسالة مميزة عكست قدرة الطالبة وامكانياتها في تنفيذ البحث وفي كتابة الرسالة وفي الدفاع عن رسالتها وكانت الرسالة مميزة وغنية بكثير من الحقائق والاستنتاجات المهمة والتي تضيف إلى حقل المعرفة في مجال فهم وظيفة النبات وعلاقة ذلك بالمغذيات وعلاقة بالنمو والحاصل وبالمجموع الجذري كانت الرسالة كبيرة في أهدافها وفي محتواها وفي حجمها أيضا وفي الدراسة وفي الصفات التي قاستها وطبعا يعتبر شيء كبير بالنسبة لك سيدة متزوجة ولديها أولاد وفي نفس الوقت عانت ما عانت كونها من ذوي الشهداء والآن وتيحت لها فرصة كبيرة وبيضة توجيه حقيقة الجامعة والكلية والقسم وعائلتها بحصولها على الماجستير وبتقدير ممتاز الباحثة فاطمة كريم الأسدي ثمنت موقف مؤسسة الشهداء في دعم الطلبة من ذوي الشهداء والوقوف إلى جانبهم لينالوا الشهادات العليا مستذكرة حرمانها من إكمال دراستها العليا في حقبة حكم نظام البعث البائد جهده هذا اللي تعابت يا الله حصلت عليه إلى ذوي الشهداء يعني أهلي أخوية وذوي الشهداء الباقي وأشكر طبعا مؤسسة بدورها إنه دعمتني وهي اللي طتنا فرصة إنه حتى أكمل لأن في زمن النظام البائد كنت محرومة من إنه أحصل على الدراسة وأكمل دراسة الماجستير بس من سخط لأن النظام البائد كان يلاحقنا بسبب إنه أخوية معدوم وبزمنة بالواحد والتسعين بالانتفاضة الشعبانية بس من سخط النظام فحصل لي إنه الدور والدعموني وقراراتهم السديدة والجميلة ودفعوني إنه أكمل دراستي وإستمنحوا المؤسسة المتفوقين من ذوي الشهداء فرصة مواصلة دراستهم العليا فإنما لتؤكد قدرة ذوي الشهداء على نيل الشهادات العليا بعد أن ظلوا محرومين من هذا الحق في حقبة الدكتاتورية الباغيبة مشاهدين الكرام بهذا تنتهي حلقة اليوم من برنامج جيد الوفاء رسلونا على البريد الألكتروني الظاهري أسفل الشاشة حتى نلتقيكم في حلقة جديدة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة